ليس جديداً على حكومات بغداد المتعاقبة أن تتلقف حجم التحديات في كل فصل من فصولها الأمنية والسياسية والاقتصادية لكن الجديد أمام إدارة دفة المرحلة بقيادة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني مثقل بتحدي سياسي نجم عن تداعيات التوتر العسكري في المنطقة نتيجة ردود الفعل للحرب الإسرائيلية على غزة يمثل هذا جلياً في صراع الإرادات بحسب مواصفة الصحافة العراقية والعربية في آن معاً بين رئيس الوزراء والفصائل المسلحة في العراق والتي صعدت مؤخراً من مؤشر العمليات العسكرية ضد مصالح أمريكية في البلاد بعيداً عن صوت الصواريخ يعلو صوت التنبيه من مغبة الوقوع في أزمة سياسية وسيادية للعراق الذي ما انخرج من مربع أزمة إلا ودخل في أختها قرارات السوداني بشأن منع الهجمات ضد السفارة الأمريكية في البلاد أحدثت جدلاً بين مؤكد لأهميتها وتطبيقها وإنتاج أهداف ملموسة تسهم في استقرار يحرص العراق الرسمي والشعبي على تثبيته بمسمار حماية العملية السياسية من الرجوع إلى نقطة الصفر السوداني توعد بملاحقة منفذي الهجمات الإرهابية على مصالح دبلوماسية في البلاد الأمر الذي تضح من بعده حالة تباين في الميولات لحديثه سيما في المكونات السياسية داخل مربع الإطار التنسقي تحدي يرى المتابعون للمشهد المتسارع في المنطقة من أنه يمس بالبناء السياسي العراقي بل ويهدد خطواته سيما الاستحقاق الانتخابي القريب وهو ما يذهب إلى حالة تأييد والتفاف حول السوداني في القرارات التي يرى طيف عراقي واسع بأنها الأكثر أهمية لمستقبل البلاد وعلاقاته مع دول المنطقة والعالم والحفاظ على بيئة سياسية لإنضاجها أكثر بما يخدم العراق وتطلعات شعبه المستقبلية اشتركوا في القناة